عزيزا المشاهدين مسائل خير عليكم جميعا وحلقة جديدة من برنامجكم بنكمل بعض يا رب عام قد مضى وأقبل العام الجديد كل عام وحضرتكم بألف خير وصحة وستر يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تُعِدُّوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار صدق الله العظيم أجمل وأحلى نصيحة ممكن نبدأ بيها سنة عشرين وواحد وعشرين بين قسين كده إياك أن تألف النعم أو عكده تبص للنعم اللي ربنا ادهالك واللي أنعم عليك بيها إنه هو حق مكتسب ولازم يحصل لك كتير مننا ربنا أنعم عليهم بنعم كتير جدا ووسائل للسعادة كفيلة إنها تخليهم مبسوطين وعايشين في سعادة وراضين في الدنيا بس دايما الإنسان بيكون مغم عينه عن النعم دي وبتعامل معها على إنها شيء طبيعي ولازم يكون موجود طبيعي إن أنا أكل واشرب وروح واجي وتجوز ويكون عندي أولاد إحنا شايفين إن ده طبيعي ولازم يكون موجود ولازم يحصل وفي لحظة ما بنفقد حاجة أو جزء من الحاجات الكتيرة دي بنقول ياه ده أنا كنت في نعمة كبيرة أول ونعرف ونقدر ونحس بقيمة النعمة اللي إحنا كنا فيها لذلك من الحاجات المنسية اللي لازم نقرب من ربنا سبحانه وتعالى بيها هو إننا نشكره على نعمه الكثير أودي الفضيل بن عياد كان قاعد مرة مع سفيان بن عيينا كانوا قاعدين من بعد العشة لغية الصبح بيتذاكران النعمة كل واحد بيقولي التاني دي ربنا أنعم علي بكذا وكذا 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 فدخل واحد عليهم وسألهم أنتوا بتعملوا إيه فقالوا نحي قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم صدق الله العظيم إنك تاكل وتشرب وغيلك الأطباء منعين من بعض الأكلات اللي هيقرب لها لو قرب لها هتضروا فأنت في نعمة ضوفر ابنك اللي جايلك من غير ولا مليم ولو بصنا حوالينا هلاقي ناس كتير جدا بتدفع مبالغ علشان تعمل عمليات حقن مجهاري عشان يكون عندها عير واحد بس فأنت في نعمة لما تطلع وتروح وتيجي وتخرج وغيرك فقد عضو من أعضاؤه أو فقد رجليه أو فقد إيديه ومش قادر يتحرك فأنت في نعمة كبيرة جدا 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 عشان كده الشخص اللي عايش ومش بيفكر في النعم إذا ربنا ادهاله ده شخص بيعذف في الدنيا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إدانا الخلطة السحرية أو مفاتيح السعادة في حديث صحيح بيقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوة يومه فقد حيزت له الدنيا بحذفيرها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد على ما مضى ولك الحمد على ما نحن فيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عامنا هذا أفضل من العام الماضي وأن يرفع عنا الداء والوباء اللهم أمين يا رب العالمي انطلاقا من رؤية برنامجنا منكم البعض أننا هنكون برنامج اجتماعي ثقافي رياضي موضوع فقرتنا الأولى النهاردة عن هتكون فقرة رياضية هنناقش فيها موضوعات رياضية مهمة جدا مع صديق العزيز الصحف محمد واقل الصحف بأخبار رياض أهلا بك يا محمد أهلا أنصاري ومقدمة موفقة لك أنا طبعا بتشرف فيك رب أنا خذتك عمالة طائل شخصي لما كلمتني تشرف لي يعني جيت لك على طول فأنت فوق دماغي وأهلا بمشاهدينك الكرام تشرف لي وأنت منورني النهاردة ومشارك أنت في الاستيج حبيب يا أنصاري خلينا نبدأ بمشوار الأهلي الأفريقي النهاردة الأهلي زي ما احنا عارفين عنده مباراة في أفريقيا في الكنفدرالية مع بطل النيجر النادي الأهلي كسب فيه مباراة الذهاب 1-0 بهدف ديانج عايزين نتكلم نهاردة عن المباراة شوية والتشكيل المتوقع من وجود نظرك لمباراة إنجو بص أنصاري بسم الله الرحيم في الأول بص أنصاري الأهلي دور الأول في البطولة عمتا بيبقى دور سهل نعم الفرقة بتبقى بسيطة زي ما احنا شفنا الفرقة أصلا ضعيفة جدا في أرضها اعتقد نعم برأس الأهلي النهاردة الأهلي آآآ بنسبة كبيرة الأهلي هيكسب بذكور كبير النهاردة شفنا الفرقة في مدورات الذهاب مستقعة مش على قد المطلوب يعني أول فرقة مش كوية ما تخدش نعم الأهلي كسب بسهولة هناك ظروف طبعا المناخ وظروف الملعب منعة الأهلي من برضو تسجيل فوز طبعا الملعب كان وحش قوي في مدورة الذهاب آآآ وبعض الإعلاميين والصحفين المصريين هنا تلو واتكلموا عن ازاي أن الكاف أو لجنة الكاف تقبل في ملعب زي دا خچونا إن فيه بيبقى فيه لاعابة دوليين والاعابة مبلغ كبيرة جدا في الأندية التانية يعني نعم فإزاي أن لجنة وكف أو لجنة الملعب في الكاف تقبل أن فيه ملعب زي دا يتلعب عليه يعني بطولة كبيرة أو أقوى بطولة في القارة تقريبا فالملعب برضو كان وحش فيعني، اللول إن الملعب كان وحش كان الأهلي قادر يكسب بفريق كبير جدا في مبارة الذهاب مباراة النهاردة زي ما انت قلت ماتش هيبقى سهل موسيماني ممكن يقدر يغير في تشكيلته يدي فرصة للناس اللي ما لعبتش في مباراة الدوري اصابات كورونا طبعا مؤثر على الاهلي بشكل كبير هنتكلم اكيد طبعا عن اصابات كورونا في اكتر من النادي اه 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 اصابات كورونا هنتكلم عنها اصابات كورونا كمان مؤثرها مع الاهلي جدا في الفترة الحالية شوفنا ماتش الأخير امام ودي دجلة اللعيبة او اربع خمس لعيبة من القامل أساسي يأثروا بشكل كبير على ده الفريق كهربا افشا محمد هاني اكرم توفيق فكل ده عوامل مؤثرة طبعا على القورة عمتا وعلى مشوار الاهلي تشكيل المتوقع النهاردة موسيماني مش هيخرج عن السرب كتير فممكن يبدأ بالشناوي اكيد عالم علول باك شمال بدري بنون وايمن اشرف احمد رمضان بيك هام باك يميم حمد فتحي وقاليو ديانجي في نص الملعب هيبدأ بكهربة وطهر وافشة ومحمد شريف اللي الناس كلها بتسني على عداء الفترة الأخيرة طيب نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي النهاردة بإذن الله في المباراة اللي هتقام على استاد السلام في تمام الساعة السابع مساء طيب خلينا نكلم عن صفقات النادي الاهلي الجديدة ونبدأ النهاردة بولتر بواليا الناس كتير او بتسأل هل هو صفقة السوبر نادي الاهلي جمهور انقسم من القسمين قسمي شايف ان ده لعب كويس اوي 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 واثبت نفسه في الدوري المصري في تقلقه مع فريق جونا وقدر انه يحرز اكتر من او 13 هدف الموسم الماضي وقسمة اخر قال ان تموحاتنا كانت يعني تكون اكتر من كده ولاعب سوبر اقوى من كده وقالوا انه ممكن يطلع زي صلاح الدين سعيده ممكن يطلع زي ستالي زي ما حصل في الزمال تقييمك لوالتر بص انا هكلمك في البداية بس عن حاجة كده بره الموضوع شوية قالوا هي حتة الجمهور او صفحات السوشيال ميديا اليمين دول او مش اليمين دول الفترة الاخيرة عامة تصرفات غريبة بنشوف تصرفات غريبة كلام غريب ناس مش مسؤولة ولا تندرج تحت اي اسم من المسؤولية ناس هدفها يعني الشحن الشحن الجمهور عامة زي ناديين كوبرالو الزمالك بنشوف الصفحات على السوشيال ميديا بتعمل اشياء جريبة جدا انا ما بفهمهاش يعني على اي اساس حضرتك كجمهور النادي الاهلي حكمت وورتر دوليا هيبقى زي صلاح الدين سعيده الراجل دوت تقييمة بقى لوالتر من وجهة نظر الراجل دوت زي ما قلتلك هو في برضو خلاف ان هو زامبي ولا كونغولي لا هو زامبي ولعب بتيشرت منتخب زامبيا الراجل ده لعب مع انا كان زامبي 13 ماتش حط 3 جوان وصنع جوني نعم ده ده المحطة الاولى اللي لعب فيها وورتر دوليا في افريقيا تاني محطة طبعا واللي شهد التوهجه بشكل كبير هي مرحلة الجونة شارك مع الجونة 35 ماتش سجل 16 جول وصنع هدف طبعا على اي اساس حضرتك بتقيم السفقة ان هي تبقى صفقة فاشلة او على اي اساس بتقول ان هو يبقى زي فلان لا احنا انا كما بوجه نظري باحصائيات بقولك ان وورتر هيبقى لعيب قوي جدا حتى شفناه في الانترفيو في قناة النادي الاهلي شخصية مثقفة جدا بتكلم عقلاني جدا الجماهير الوعية بتفهم اللعيب بتاعها من نظرة او من كلمة محمد شايف ان هو ياخد وقت في انه عشان يتأقلم مع النادي الاهلي او لا فيه لعيبة بتاخد وقت انصاري بشكل كبير وفيه لعيبة بتبقى زي ما بتقول كده بتحسها ان من ولاد النادي خصصا ان هو لعب مع اتنين لعيبة في النادي الاهلي في الجونة لعب مع اكرم توفيق و لعب مع احمد ياسر ريان فيعني هو هياخد وقت طبيعي مش هياخد وقت انه متعود على اجواء الدور المصري او كرة المصري عن متن هو هياخد وقته عبالما يخش طبعا في النادي الاهلي تشيرت النادي الاهلي كبير جدا وتقيل جدا فاكيد هياخد فترة عبالما ينصاهر ويعني يطلع القماش اللي الجمهور مستني منه طيب سؤال مهم جدا برضه محمد هل ويلتر يستطيع ان هو يلعب تحت ضغط انت عارف من جمهير النادي الاهلي دايما بتبقى عايزة كل حاجة من اللاعب اكيد اكيد جمهير النادي الاهلي او النادي الاهلي اسم كبير زي ما قلتلك تشيرت النادي الاهلي مش اي يعني لعيب يلبسه يعد بيه لما اللاعب زي ما قلتلك زهر بثقافة او بفكر كبير جدا حتى اهدافه مع الجونة متنوعة مرة بالجيش هو لعب استعراضي شوية اه مرة بالجيش مسي الكلام دا مش انفع في الاهلي طول لا مرة بالجمهور الاهلي ما بيستحملش جمهور الاهلي بيلعب يعني بيطالب بالبطولات دايما فلا هو مش استعراضي هو لعيب قويس جدا اجوانه كمان متنوعة في الدوري لو شفت مثلا اجوانه في الاجتحاد ولا في المصري لعيب مختلف يعني الناس كتير اسنت عليه طيب احنا لو جاني نتكلم عن مواصفات المهاجم اللي بيحتاجوا النادي الاهلي هل دا متوفر في والتر بوليا والتر زي ما قلتلك لعيب كويس ولكن جمهور الاهلي دايما زي ما انت بتقول بيستطيع ان هو يعني او بيطلب اقوى حاجة يعني شفتنا تشحات كتير للنادي الاهلي الفترة اخيرة في المهاجمين لعبة كوجة موليكا جاكسون موليكا فإدارة الاهلي زي ما بتقول كده ايه المتاحة ليه يعني ما حبيتش تدخل جمهور الاهلي زي ما بيقوله ايها فاضية في السنة الجديدة فقالت لك حاجة مؤقتة بس عبل ما تتعاقد على الاسماء الكبيرة طيب انت كنا عاديين قبل لا هو بنتكلم مع بعض وبندردش فقلتنا انا عندي يعني البرنامج بنكمل بعض انفرضات حاصرة للبرنامج اه كنت بكلمك عن صفقة سورينو اه ناس كتير متعرفش ليه صفقة سورينو بوزت او ليه ما تمتش ودينا بقى الكواليس الصفقة وقفت ليه ما تمتش ليه اه الكواليس انه زي ما الناس عارفة ان زوجة مستر موسماني مدير فن الاهلي نعم هي وكيلة لاعبين اه الصفقة قدخلت صانت نسبة كبيرة لنادي الاهلي نعم زوجة موسماني كتت متكلمها مع اللعيب وكتت متكلمها مع إدارة سانداونز نظرا للعلاقة اللي بينهم ان الزوجها يعني كان ماسك سانداونز فالصفقة خدخلت صانت بشكل كبير ودليل على دوت ان اللعيب ما تقيتش في قيمة أفريقيا في سانداونز في المدش الأولاني اي تمام بعض الاشخاص في النادي الاهلي لدعي الزكري اسمهم طلبوا بعض العمولات وطلبوا يعني بعض التدخل في الصفقة ومن هنا بدأت المشاكل مع اللعيب ومع زوجة موسماني اللي رفعت إدها عن الصفقة ومن هنا الصفقة بوازد وسانداونز تلع أعلن أن الصفقات بوازد في فاكس رسمي أو على بيان رسمي عبر الإنترنت طيب لو هنتكلم بقى عن الزمالك وزمات نادي الزمالك شوفنا محمد أكتر من اللعب طالب بالرحيل عن النادي منه مصطفى محمد اللي طلب الرحيل ومتمسك بالاحتراف وعاوز يروح نادي سانت إتان وأيضا يوسف أوبام برضو كان بيرغب في الرحيل انت بتقولي قبل لهوا أن هو اجدد له فرجاني ساسي وبين شرقي واللعب المحترف في نادي الزمالك بص مع احترامي لجمهور نادي الزمالك أو يعني مش هنقول حاجة جديدة للناس الناس كلها عارفة أن فيه قزمة جبيرة في نادي الزمالك بعد حل مجلس إدارة المستشار مرتضى منصور بس الأبرز اللي انت قلته يعني زي ما قلتلك قبل الهوا أن فيه مشكلة حصلت مبارح في باسكتبول نادي الزمالك أن فيه اتنين لعيبة من أبرز لعيبة نادي الزمالك في الباسكتبول أنس أسامة ومصطفى مكاوي دول عاملين أزمة كبيرة في الفريق باسكت وطلبين نا برضه حصل بنفسه وطبعا طلبين فلوس من إدارة نادي الزمالك متأخرة والاتنين لعيبة حطين بند في عقدهم أن لو فلوسهم متأخرت يعني يبدأوا يفسخوا العقد وكده وده اللي علق عليه الأستاذ عصام سالم متحدث الرسم باسم نادي الزمالك مبارح وقال لك أن هو هيبتدي يقعد مع اللعيبة وهيبتدي يشوف طلباتهم وتعجب أو استغرب أن إزاي اللعيبة في نادي الزمالك تحط في عقدهم أن أنت تفسخ عقدك بعد شهرين من عدم أخذ المستحقات دي 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 مثلا ممكن يكون قضية أو مشكلة محدش أخب باله منها أستاذ إبريم عبدالله عضو برضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك تلع وتكلم في تصريحات خطيرة جدا وقال لك أن النادي مديون بشكل كبير جدا ودرائب هتحجز على حاجات كتير في النادي وما فيش فلوس في النادي وده حقيقة ما فيش فلوس في نادي الزمالك شفنا ده دليل على ذلك اللي أنت بتقوله أن فيه أكتر من العيب طلب بالرحيل طيب أنا أتكلم دلوقتي عن مصطفى محمد خلاص كده هيحترف في نادي الزمالك مصطفى محمد بس أنا ساري مصطفى محمد واخد وعود من قبل ما حدش أفريقيا بالاحتراف هو مصمم المرض المتمثل جدا بمدار الاحتراف ده ما هو بينه بينك يعني أو لو ما احترفش دلوقتي تحترف إمتى هو وحضت دايما قدامه محمد صلاح هو أي حد لازم يحطه قدامه محمد صلاح يا أنا ساري أي حد عايز ينجح في الكورة أو حد عنده فكر أنه يخرج برا فكر الكورة المصرية وعايز يحترف يمشي ورا محمد صلاح وخصوصا أن محمد صلاح محمد سنه مش كبير هو تلقى عشرين تقريبا وعبعة عشرين سنة فإنت لو أنت ما ديتهوش فرصة يحترف دلوقتي يحترف إمتى وبعدين أنت حاجة تانية وهو مش جيب لك نادي ضعيف سأنت أتيان نادي قوي جدا في الدوري الفرنسي وعرض مغرس صراحة آه اسمه معروف غير العرض أنت بتتكلم على مكياس أنا فاهم أنه مش معظم الناس تفرج على الدوري الفرنسي أو معظم يعني بعض الماتشوات ليون مارسيليا باريس سان جرمان ولكن سنة أتيان فريق قوي جدا ونفذة قوي المستفى محمد للتسويق بعد كده في أرواب طيب محمد صلاح بقى هل سيرحل محمد صلاح عن ليفربول شوفنا تصرحاته لصحيفة آس الاسبانية اللي عبر فيها صلاح عن إحباطه وقال أنه كان متوقع أن يكون قائد الفريق وقال أنه قرار المدرب وعلا يتقبله على الجانب الآخر طلعت صحيفة ديفينسا سنترال وقالت اهتمام ريال مدريد أو ريال مدريد مهتمة أو اهتمامها تضاعف لضم محمد صلاح هل اقترب موعد رحيل صلاح ليفربول؟ محمد صلاح ما تعرفش إيه دلوقتي بيدور في باله بقاله ثلاث ماتشاط متراجع خالص عن مستواه حتى جمهور ليفربول تلع الفترة الأخيرة انتقدوا بشكل كبير وبعض نجوم ليفربول انتقدته بشكل كبير مش ده الأداء اللي متعودين عليه من صلاح ليفربول نفسه ما بكسبش بقاله ثلاث ماتشاط محمد صلاح ما بيسجلش للماتش التالت على التوالي مبارح أمام ساوس هامتون فمحدش يعرف إيه بيدور في دماغ صلاح بس كل الأولويات أو البوادر بتقول أن محمد صلاح خارج أسوار ليفربول سواء في الانتقالات الشتوية الحالية أو في الانتقالات السيف هل أقرب محمد صلاح لريال مدريد ولا برشلون؟ بس السؤال اللي شكين زي ما أنا قلتلك قبل كده محمد صلاح تلع في التصريحات قبل كده قبل محترافه يعني ما كان في المولين العرب قال لنا برشلوني بشكع برشلوني بحب ميسي وكده ولكن هل عقلية صلاح اختلفت بعد احترافه أو بعد ما أصبح نجب كبير خصوصا أن في تكرير صحفاء إسبانية بتقول أن محمد صلاح قريب من ريال مدريد ولكن زين الدين زيدان المدير الفن للنادي لريال مدريد طالب رياض محرز من نادي مانشستر سيتي والاتنين بيعوا في نفس المركز فالأمور اللي جاية بالنسبة لصلاح ايه أنا يعني ما أقدرش أقول لك أجزم لك بيه ولكن هو ممكن يكون عقرب لريال مدريد لريال مدريد طيب باهر هناك أنباء عن انتقال باهر محمد النادي الأهلي هل هي أنباء خاطئة أم صحيح؟ بس بقى لنا ثلاث سنين أو أربع سنين بنسمع عن باهر محمد في الأهلي باهر محمدي يسيب إسماعيلي وروح الأهلي ولكن الكلام ده مش صحيح باهر محمدي بعيد جدا عن نادي الأهلي النادي الأهلي استطاع أنه يدعم المراكز اللي بلعب فيها باهر محمدي قلب الدفاع عندنا أكتر من لعيب سعاد سمير رامي ربيعة أخيرا بدر بنون الباك اليمين في محمد هاني وفي جمع يعني رجعت الأهلي رجع أحمد رمضان بكم من الأعارة من ودي دجلة ولكن أنا بقولك أن باري محمدي ممكن في فترة السفلة ممكن تشوف فترة السفلة لو رجعنا تاني لأزمة النادي الزمالي والأزمة الموجودة في النادي هل الزمالي قادر أنه يحقق بطولة في ظل كل الأزمات دي؟ والله أنا من وجهة نظري صعب الفريق لما كان متوفر بكل إمكانيات النجاح مجلس إدارة قوي لعبين على على مستوى استقرار مادي ومالي ومحققش بطولة يعني ولا دوري خرج من الكاس خرج من أفريقيا أو خاسم من أفريقيا على إيدي النادي الأهلي بالقضية بتاعة أفشا شكلك أهلاوة محمد لا مش أهلاوة والله لا والله مش خالص والله الفكرة تعرف والله من مناسبة أهلاوة زملكاو أنا عندي ناس كتير في الصفحة الشخصية بتاعتي أنا أزل بوستد للأهلي يقولك أنت أهلاوة نزل بوستد للزمالي يكفي يقولك أنت أهلاوة زملكاوة لكن دي ما لاش مكياس أنا بقولك وجهة نظري أنت فرقة متوفرة لها كل حاجة وما أخدتش بطولة يعني حتى بطولة الكاس المفضلة لك أنت مخدتهاش يعني هتكسب بطولة وأنت في أزمات وفي الديون وفي لعيب عايز تمشي طيب قولنا مصطفى محمد خلاص قرر موضوع الاحتراف يوسف أوباما يوسف أماما كان يقعد يصور ستوريو وagram 10 والمعاد الثامن في حاجة غلط جوة نادي الزمالك محدش عارفها محدش فتكلم عنها ولكن يوسف أوباما في الأخير جدد يعني وهيستمر مع نادي الزمالك فرجاني ساسي فرجاني ساسي زي من بيقولوا كده حكايته حكاية فرجاني ساسي طلب عادي عالي من نادي الزمالك نادي الزمالك ما لباش العرض الكبير اللي فرجاني ساسي طلبه سمعنا ان فيه مفاوضات مع عبد الحيلو القطري مدير الكورا النهاردة طلع لنادي الدحيل القطري في تصريحات قال ان كان فيه تفكير في فرجاني ساسي او فرجاني ساسي دمنا اولوياتنا ولكن ما حصلش كلام بشكل رسمي كل الكلام اللي بيوشيع في وسائل العالم المصرية او المواقع المصرية ده شيء من الخيال ان ما فيش مبلغ خيال يتعرض على اساسي لاغراءه او كده النهاردة نادي الدحيل القطري اعلن عن ضم صفقة في نص الملعب في نفس مكان فرجاني ساسي وهو اسمه علي كريمي ده لعب ايراني كان بلعب في نادي قطري القطري وخدوق عارة 6 شهور عشان كاسي العالم بس طيب محمد خليني كده سريعا معاك انتقل لي كاسي العالم الاندي فوجالة كده استعداد نادي الاهلي لكاسي العالم الاندي والله كاسي العالم الاندي شرف كبير لأي نادي بتواجد انديها كبيرة زي البارني ميونيخ والنادي الاهلي بيديها شكل ورونك خصوصا ان البطولة كمان مش هتبقى على ارض يعني مش هتبقى على ارض احنا مش واخدين عليها مثلا يابان صين ففرق التوقيته كده لا دي هتبقى في قطر الاجواء مشابهة فانا واصل ان ممكن نادي الاهلي بصفقات او التباعمات الصفقات اللي جاية او اللي جات يقدر يظهر بشكل كويس في كاسي العالم الاندي ويشرف اسم الاهلي ويشرف اسم مصر باذن الله انا في الختام محمد الوقت سرقنا وانا بشكرك شكرا جزيلا لنورتين وشرفتيني وان شاء الله باذن الله كلنا لقاءات في الفترة المقبلة اعزائي المشاهدين هنخرج فاصل وبعد الفاصل مكملين